تسع سنوات عجاف أكلت اللحم ودقت العظم وجعلت الولدان شيبة وما تزال ميليشيا الحوثي توقد نار الحرب التي أشعلتها متخذة منها وسيلة للتكسب والاعتياش على حساب معاناة ملايين اليمنيين تحت مسمى المجهود الحربي ورافضة أي محاولات لإنهاء الصراع ومصارع خيرة أبناء اليمن الإحصائيات الأممية تقول إن الحرب الدائرة منذ تسع سنوات تسببت في إزهاق أرواح أكثر من أربع مئات ألف شخص معظمهم نتيجة أسباب غير مباشرة كالمجاعة وسوء التغذية وتردي خدمات الرعاية الصحية وغيرها بالإضافة إلى إصابة مئات آلاف آخرين ناهيك عن نزوح أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون في مخيمات لا تتوافر على أبسط الاحتياجات من غذاء ودواء ومأوى حقيقي يقيهم برد الشتاء القارس أو قيد الصيف الحارق وفيضاناته المدمرة وعن التداعيات الاقتصادية والمعيشية فقد بات أكثر من عشرين مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدة والحماية ويتم المتاجرة بهم والتسول باسمهم في مؤتمرات المانحين طيلة سنوات الحرب دون وضع حد لانعدام الأمن الغذائي وسقوط الملايين في مستنقع الفقر بما نسبته ثمانون في المئة من عدد السكان وكذا افتراش الكثير رصيف البطالة بما يزيد على خمسة واربعين في المئة الحرب التي دمرت كل شيء جميل في البلد بمرور السنوات مثلت بيئة خصبة لتجارها من مختلف الأطراف خصوصا مليشيا الحوثي التي كانت عن نوتها السبب في إفشال العديد من المحطات التفاوضية كجينيف واحد ومفاوضات الكويت وجينيف اثنين بين عامي 2015 و2016 حتى اتفاق السويد الذي تم التوقع عليه في العاصمة ستوكهولم أواخر العام 2018 لم تنفذ أي من بنوده بل إن الهدنة الأممية الأخيرة التي بدأت في إبريل الماضي أكدت بما لا يدع مجال للشك أن المليشيات مشروع حرب ولا تعرف في قاموسها أي التزامات نحو تحقيق السلام اليمنيون بعد تسع سنوات باتوا يدركون أن صوانة الصمود في وجه العدوان باتت مشروخة ومفروغا منها بدليل النهب الحوثي لمقدرات الوطن والمواطن بذريعة المجهود الحربي واتخاذها شماعة للهروب من استحقاقاتها الاقتصادية تجاه المواطنين الواقعين في مناطق سيطرتها كما أنها استخدمت ما تسميه التخابر مع العدوان وسيلة للتنكيل وتصفية من يقولون لها لا ولتكميم الأفواه ومصادرة الحقوق كالمرتبات والمطالبة بالعيش الكريم وإنهاء حملات التحشيد والتجنيد الجبهات والعبث بالمناهج التعليمية خدمة لمشاريع سلالية وأجندة إيران العبثية والتوسعية في المنطقة اشتركوا في القناة